طيب وعلى ذكر برضو الحصوات اللي احنا واضح يعني من كلام حضرتك ويقينا ان هي اهم اداة او اهم دليل على القرار الطبي اللي هيتاخد هل الوسائل التشخيصية برضو في ناس انا بكلمك حضرتك دلوقتي بلسان حال الناس يعني فيه واحد يقول ايه انا عملت موجات فوق صوتية وزهبت الى طبيب وقال لي ان انت عندك حصوات نتيجة الفحص فييجي واحد تاني يقول له لا 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 انت لازم تتأكد برانين مغناطيسي انا الدكتور بتاعي قال لي اعمل رانين مغناطيسي فيبدأ يعني المريض انا بقول ايه انا كل ده باتكلم عن اللي بيروحه كمان للدكات يبدأ رحلة جديدة من الشك او من العدم التيقن من الرأي الطبي هل انا كده موصوق في الطبيب اللي هم تعمل معه ولا فالوسائل التشخيصية المعتمدة والمقررة علشان حضرتكم تتخذوا القرار هل هي فعلا بنحتاج ما هو ابعد من الموجات الصوتية ولا الموجات الصوتية كفاية احسن واضق فحص علشان حصوات المرارة هو الموجات فوق الصوتية الموجات فوق الصوتية هو الاضق اضق من اشعة المقطعية الرانين المغناطيسي قد نلجأ له امتى بقى في حالات معينة مش اي مريض يعني لو المريض باين في الموجات فوق الصوتية نعمده حصوات خلاص تأكدت بنلجأ بقى ساعات لو احنا شكين بقى في الحاجة اللي كنا بنتكلم عليها انه هو في حصوة لنزلة القرارة المرارية حصوة تمدد في القنوات المرارية وظائفه دي بنا نعرفها من الفحص المريض من لونه بيبتع فيه شوية صفرة من وظائف الكبد عدية شوية واحنا شكين هل في حاجة سدى القرارة المرارية ولا لا فبنعمل فحص البرانين المغناطيسي على القنوات المرارية والمرارة ده بيبين الحصوات الحقيقة لكن ما هواش مطلوب في كل مريض عشان نشخص بس هو المريض العادي اللي عنده حصوات المرارة فده بنطلبه كحاجة متقدمة علشان نستبعد حاجة معينة ايوا انما مش روتين لي انما الحاجة اللي تشخص حصوات المرارة والتهاب المرارة مصبوط هي الموجات فوق الصوتية موجات فوق الصوتية جماعة برضو اللي هي برضو بالعامية بيقولوها سونار السونار دي كلمة عامية وليس كلمة طبية او الاشعة التلفزيونية وده الوصف الغلط لان هي لا اشعة ما فيهاش اشعة ولا فيها تلفزيون بس عشان بالنسبة لكتير من الناس بيفتكروا ان الاشعة اللي بتتعامل على البطن او الفحص اللي بتعامل على البطن هو ده اسمه الموجات فوق الصوتية فاحسن برضو تفتكروا ان احنا بنتكلم على حاجة بعيدة عنكم ده الفحص اللي بيعملوه في الحمل والفحص اللي بيتعامل عشان نشوف أعضاء الجسم الداخلية سواء الكبد سواء المرارة سواء الكليتين وهكذا هو ده اسمه فحص الموجات فوق الصوتية وده فحص آمن جدا وفيش فيه أي خطورة وزي ما أستاذنا الدكتور حسن شاكر نورنا دلوقتي وقال أنه الفحص بالرنين المغناطيسي هو مرحلة متقدمة لاستبعاد بعض الأشياء عند ضرورة العمل يعني أنما مش الناس تعملها بشكل دائم يا اشتركوا في القناة